على القلوب انتوا ركزوا معنا ركزوا معنا مشاهدوننا مشاهدين الأحبة الكرام أول قصة قصة جميلة ذكرها أهل السير وأيضا أوردها أهل السنن زي لما محمد في مسنده مسند لما محمد وغيره أوردوا هذه القصة قصة جميلة ونادرة ما تذكر بل هذا الرجل الصحابي الجليل نادرا ما يذكر يعني انتشر عند الناس كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعالي وزبير وبلال وقاص هذا الصحابي الجليل رضي عنه أرضاه حتى أهل السير ما ذكره حتى اسم الأب لم يرد يذكر عنه اسم أبيه ولا لمن ينتسب إنه جليبيب 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 هذا العرف قصة مع نفسه سلم قصة جليبيب قصة تكتب بماء الذهب قصة تؤسس لمسألة الحياة الزوجية بدايات الحياة الزوجية وقصة أيضا تؤسس للمعايير في اختيار الزوج هذا القصة طبعا القصة لها عدة روايات الليها روايتين هي الأشهر بحاولها أدمج بينها بدرب العالمين وهو أن الرواية تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجليبيب يوما ألا تتزوج قال ومن يزوجني يا رسول الله طبعا جليبيب بالمناسبة رضي الله عنه وارضاه عن صحابة رسول الكرام طبعا كما قلنا ليس ذو مال ولم يذكر من قبيلة معينة ينتس بيليها من كبار القبائل ويذكر أنه أيضا ما كان في وسامة يقول في بعض الشراح وبعض الرواه فقال لرسوله ومن يزوجني هو نظر إلى مقاييسه الآن لا مال لا جمال قدر نشي يبيلة فيقول من يزوجني ومن يزوج الجليبيب ولا مال ولا جاه نعم في الرواية صح لا مال ولا جاه هذا طبعا قالت أم العروسة بحيث يتمر علينا الشاهد طبعا هذه رواية أن الرسول قال لجليبيب في رواية أن الرسول سلم عليه الصلاة والسلام قال لأنصاري عنده بنت للزواج نقدر نجمع بين الروايتين أن الرسول قال لجليبيب هذا ثم اختار له البت لكن الفائدة من القصنة كلها تتفق على الزبدة الذهبية على قولته الشاهد أن الرسول سلم الله قال لأب البنت قال أخطب إليك ابنتك أو زوجني ابنتك أريد أن أخطب ابنتك فرح الرجل قال كرامة ونعمعين يا رسول الله قال ليس لي فرح رسول ناسبه كلين يتمنى كلين قال لا بل جليبيب يوم قال جليبيب وقف قال إذن أستأذن أمها أو أستأمر أمها طب هذه الرواية الرواية الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل جليبيبا إليه الله قال اذهب إلى فلان الأنصاري وقل له إن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمركم أن تزوجون ابنتكم ذهب أبو الزوجة في الرواية الأولى إلى الأم قال إن الرسول يخطب بنيتنا فرحت قالت كرامة ونعمعين قال ليس له قالت لي من قال لجليبيب قالت جليبيب رددنا فلانا وفلانا وقامت على الناس ردناهم والله لا تزوجوا والله لا تزوج لا مال ولا جاه اللي هي الرواية اللي جابها ولدي الغالي لا مال ولا جاه والله لا تزوجه الأب محتار الآن بين رفض الأم بين أمر الرسول سلم و المفترض أن يقدم من أمر النمو السلم عندهم البنت الصالحة الذي الرسول قال اذفر بذات الدين تريبت يدك سمعت الحوار بين الأم وبين الأب الرواية الثانية أن جليبيب أتى طرق الباف سلم على أبو البنت نعم قال إن الرسول سلم يبلغكم السلام ويؤمركم أن تزوجوني ابنتكم فدخل استأذي الأم إذن اتفقوا الآن إلى مسأة استئذان الأم البنت سمعت الحوار سمعت الحوار بين الأم وبين الأب وكيف أن الأم ردت والأب كاد أن يذهب يرد فخرجت أتت إليهم قال أتردان أمر رسول الله في رواية أتردون رسول رسول الله صلى الله وسلم الله في رواية قالت والله لا ينزلن فيكم قرآن من السماء ادفعني إلي فلن يضيعني تعجب أكيد كل بنت لها مقاييس في الزوج مال وظيفة شكل لكن التي تنظر لمقياس الدين كما أن الرجل ينظر لمقياس الدين والله أعظم مكسب ما يمنع الإنسان أن يجعل الدين الأصل وأن أتت معها بعض المواصفات خير على خير لكن يجعل الدين أسفل القائمة هذه المصيبة هذه المصيبة فعلا لما قالت كذا إذن الأب ذهب إن رصبها قال له زوجته أو قال جوليبيب زوجتك زوجتك تزوج جوليبيب الرسول لما بلغه رد البنت قال اللهم صب علي الخير صبها ولا تجعل عيشها كدا كدا أثر هذه الدعوة كانت متى آخر القصة تزوج جوليبيب ثم بعد فترة إذ بمعركة من المعارك يخرج مع المسلمين ثم بعد نهاية المعركة وانتصار المسلمين إذ بالرسول عليه الصلاة والسلام يسأل قل من استشهد من تفقد قالوا فلان وفلان قال ثم من قالوا فلانا وفلانا وفلانا قال أما أنا فأنا أفقد جوليبيب أين أخي جوليبيب ذهبوا يبحثون عن جوليبيب فوجدوه قد قتل أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فنظر إلى جوليبيب فإذا بجواره سبع من المشركين مجندلين قد قتله فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قتل سبعة ثم قتلوا قتل سبعة ثم قتلوا هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه قالها ثلاثا يقول الراوي عليكم السلام و تبركاته يقول الراوي عليكم السلام و تبركاته هذا مني و انا مني قالها ثلاثا ثم و الصحابة يحفرون قبره يقول الراوي لم يكن له فراش الا ساعدي رسول الله عزو السلام لم يكن له فراش الا ساعدي رسول الله عزو السلام كان رسول الله نوم علي الدين شايله لان يحفرون قبره هذا جليبيب قصة جليبيب وهذه قصة البنت الصالحة العبر فيها عظيمة لكن انا انظر لان هذا البنت التي قدمت امر الله وامر رسولي عزيز السلام ما اغترت بالمظاهر ولا المزايا التي يبحثون عنها كثير من البنات لا نظرت الى امر الله الى امر رسولي عزيز السلام فماذا كان رضا الله من رضا رسولي عزيز السلام الذي رضي عنها ودعا لها يقول الراوي فكانت انفق اين في المدينة انفق اين لما مات زوجها استشهد يقول لك طوابير عند الباب يخطبونها لماذا لدعوة الرسولي عزيز السلام لها يقول لك كانت انفق اين في المدينة